اعلن المستشار الدكتور علي عباس لشويخ رئيس اللجنة الاشرافية في محافظة المحرق النتائج النهائية للانتخابات النيابية البلدية في محافظة المحرق قال الرئيس اللجنة الاشرافية ان النتائج اظهرت حسم دائرتين في الانتخابات النيابية فيما تتجه بقية الدوائر الستة لجولة الاعادة يوم السبت المقبل لافتاً الى نتائج انتخابات المجلس البلدي بمحافظة المحرق فقد أظهرت حسم دائرتين فيما تتجه بقية الدوار الستة لجولة الإعادة يوم السبت المقبل